السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة مطبخ نهاد نتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير اليوم اجبت لكم واحد الكيكا العشاق الحامض اجبت واحد الكيكا ويجبت واحد الكريمة الحامض رائعة ويجبت المضاقه شيشة وخفيفة سوف نقرب لكم الصمك بقوا معي تشوفوا المقادير والطريقة تحضير ولا تنسونيش بلايك وليزابوني نبدأ على بركة الله نأخذ الكاثرونة نضيف فيها ساشي فاني اول حاجة نبدأ بها هي الكريمة التي ترافق الكيكا نضيف عليها بيضاء نضيف كاس الحليب نضيف ويجبت معلق كريمة باتيسير التي لا يوجدون ميزينة نضيف بعض العناصر بهذا الشكل من بعد ساندة كسبقة يعني على حسب الضوء يعني الحامض لديها حامضة لا يوجد حامضة أنا كثافيت بربعات المعلق وممكن تدرو 5 أو 6 نضيف كاس الحامضة نحرك ونشعل عليها ونحركها على هذا الطريق بدون توقف العفيات تكون شوية مهيلة ويمغرب تبدا وتحركواها سوف نشوفها في حالاتك سوف نشوفها عقدات لي وتنحيدها تنحيدها مباشرة تنضيرها بزلافة باش تبرد لي ماشي تبرد بزلاف ممسكون دافية وتنغطيها بلاستيك غذائي تنوصل لتخيمة باش مدليش جليدات دابا غدين مجدول تكادياننا Erfolg عندي جوج بيضات عندي ف посмотрим قشور ديال الحامد و некيف قشور الحامد سوف نقوم بأنا медاله سوف نقوم بأنا Option والنصerv وغمال فإننا ا payoff جوج بيضات نضرب هذه الشيادة على هذا الشكل نضرب هذه الشيادة على هذا الشكل نضرب البيتس ثم نضرب المبصد ثم نضرب المبصد نضيف الطحين لا تفيد لا تفيد ثلاثة أربعة خمسة سبعة المعالق خفيفة والمقادرة سمك ثلاثة الزيت والطحين من الأحسن تكون المون التي تحلل من الوسط لكي تكون سهلة في الحلان ثم نضيف المون نضيف المون سوف نضيفها بحلات الشكل حيث ستجل قيقة ثم ترى نضيف المون ثم نضيف المون لتنص بردت قليلا ونضيفها فوق العجين بشكل عشوائي لأينا هذه نضيف المون نضيف المون بحال هكا يعني كتدوروها على المون كامل وفي الوسط في المشتول جينا ديروها بطريقة عشوائية كان عمر على هاتف شكل هذا وكان دخلها الفران لعافية ستكون ملتحت ونخليها تتحمر لنا من الفوق من بعد الكيكاديالي وجدت لي وتتحمرت لي من الفوق وكان دخلها بشكل لنا من الفوق كان دهنها بشوية ديالكو في تير وكان هاتف مشعلها شوية للوز هذا هو الشكل النهائي ديالكيكاديالي انتم ما شوفوا تتجيل خيمة الداخل تتجيل معلكة وشيشة في المداق ورائعة نتمنى تجربوها وما تنسونيش في لزابوني